صناعة المحتوى والبودكاست بقوا من أكثر الموضوعات المنتشرة على السوشال ميديا وبينانشوف ناس كتير بتحول المحتوى بتاعة للبودكاست وناس تانية بتحاول تفهم ويه تتعلم صناعة المحتوى دفتنا النهاردة متخصصة في أنها تقدم فيديوهات تعليمية في صناعة المحتوى وتحديداً المحتوى الصوتي والبودكاست وبالرغم من سناس صغير إلا أنها بيتابعها أكثر من نصف مليون شخص على السوشال ميديا عشان يعرفوا منها معلومات عن صناعة المحتوى الصوتي وطبعا كل ده بالإضافة أنها الصوت الرسمي لواحد من المواقع الشهيرة في مصر مشرفنا النهاردة صناعة المحتوى أيا ناصر إزايك؟ إزايك رعيم كله زي الفن مبسوصا أن أنت معي النهاردة أنا أكثر والله جدا طيب أنا في البداية عايز أعرف منك أنت إزاي بطلتي موضوع الفويس أوفر ممكن أقولك إزاي بقى النجومة بيقولوا ياه أنا عايز أسمع قصة كلها أنا عايز أعيكي النهاردة عشان سمع القصة هقولك بدأت إزاي بصي هو الموضوع بدأ زمان قوي أنا كنت بحب أسمع الراديو قوي وانا صغيرة والراديو ده حاجة أساسية عندنا في البيت فكنت بحب برنامج معين في الراديو طبعا كلنا عارفينه أحمد يونس كنت بحب أسمعه قوي فالإعلانات بقى والصوت والكلام ده كنت يعني مهووسة بيها ففي يوم من الأيام أنا من وانا صغيرة صوتي غريب شوية البنات صوت هرفية رقيق كده يعني فكان بيقى فيه تنمر علي شديد جدا اللي هو صوتك غريب صوتك شبه الولاد تخين كده يعني فقلت أكيد هيحصل حاجة أنا من وانا صغيرة في الإزاعة المدرسية أساسية فكنت بسمع الإعلانات على الراديو قلت أجرب أقلد لقيت نفسي وأنا بقلد أحس أني أنفع يعني أحبيت نفسي اللي هو إيه ده لما أنا ممكن يجي مني فحقلت مرة في التانية في التالتة وقلت أنا لازم أعمل حاجة بدأت من هنا مع نفسي تماما من غير أي حاجة بالموبايل أنا اختراعت الموضوع ده من نفسي لأنا عايزة الصوت يبقى مكتوم كده مزدوط عاملة لنفسك قدع مع نفسك جوة دوليب أنا مخش كده كل جدا جوة دوليب وحط الموبايل وأحفظ الكلام وأقوله وأشوف بقى مزيكة تبقى ماشية مع الموضوع ونزل على السوشيال ميديا ومن هنا بدأت أنت كمان عملتي منتاج كل حاجة أنا كل حاجة تعلمتها مع نفسي أحاول مرة في اثنين مرة تثبت مرة لأ الحد ما أحس أنها تمام مسموها حلو أحبيت بأن أنا عايزة أعمل برنامج راديو لأننا في الأساس أصلا موزيعة راديو فأنا عايزة أعمل برنامج راديو أعمل إيه؟ فكرت أنا أمو أننا سنعمل حاجة مع نفسينا كنت رسي مع راشة أن في حاجة اسمها أونلاين راديو كان عاملت كم سنة وقتها؟ كان عندي 15 سنة 16 سنة في البداية خالص كنت سنويا أنا عايزة أبدأ فأعملت حاجة اسمها راديو فيس ليه راديو فيس؟ عشان على الفيسبوك برنامج كل حاجة كنت بطلع لايف بوقف للكاميرا كان موقتين ما فيش لسة لايف صوتي ولا الكلام ده خالص وأكتب الحلقة فقرات وكل حاجة أنا وما طلعنا فقرات وعملنا كل حاجة اللاب توب جامدي عامل عليه مكتبة أغاني أغاني كتير وكل الكلام ده وبطلع وبتكلم مع الناس وفي تليفون صغير عامل له شريحة معينة علشان الناس تتصل عليها ده تليفون البرنامج والبرنامج كان بطلع تريند على تويتر وكان معروف قوي وقتا ومن هنا بقى بدأت ده اللي دربني إني أعرف أتكلم والناس مش شايفيني أو أعرف أتكلم مع الناس إزاي أخذ تليفون إزاي أطلع فاصل إزاي شغال أغنية إزاي أتكلم في فقرة كنت بعيد وبعمل المزيكة وبعمل كل حاجة بس من هنا بقى بدأت مع نفسي لقيت الموضوع بيمشي والدنيا تمام راديوهات أونلاين بدأت أقدم وشوف أخش إزاي عملت الصوت إزاي فأول حاجة عملتها في البداية خالص بعد راديو فيس كان حاجة أسماءها بقولك إيه ده كان برنامج راديو كامل ساعة كل أسبوع وبرضه كان بيطلع تريند على تويتر وعلى فيسبوك وكان كل وقت موجود وبس بدأت أدخل في المجال شكرا